اشتركوا في القناة ديما نكون عند حص نظن حضراتكم يوم جديد من ايام البيت الكبير البيت اللي بيتكلم بكل موضوعية بيحاول ان يوصل او يوصل لحضراتكم الحقيقة والصورة بشكلها الصحيح لكل الجماهير حلقتنا النهاردة متنوعة ما فيهاش كورة بس النهاردة افتكر يعني هنتكلم في حاجات كتيرة جدا بس قبل ما ندخل في التفاصيلها خلوني ابارك لشباب منتخب مصر شباب منتخب مصر تحت سن 21 سنة للكرة الطيرة النهاردة لعبوا وفازوا ببطولة البطولة الافريقية وهتأهلهم ان شاء الله لبطولة العالم للشباب اللي هتقام في شهر التسعة اللي جاي لسه مش عارفين هتقام في ايطاليا بلغاريا مش عارفين في اي دولة لكن ايا كان النهاردة كان عندنا 12 لعيب ستة منهم توجوا بالذهبية وده بيطمننا على مستقبل اللعبة ديه ان هي من الولاد النادي الاهلي وعملين الحقيقة شغل ولعب هايل هايل جدا النهاردة عايزة حيز ميلي هيسم السعيد لانه يعني النهاردة طول اليوم ما حضرتكم كان بيتابع البطولة دي اللي كانت بتذاع على قناة النادي الاهلي حصري وبرحب بهاني رمزي أهلا بك يا سامي عملي الحمد لله تمام برحب بيكي وبرحب بكل السادة المشاهدين وبنكرر يعني بنقول مبروك مبروك لأبطالنا شباب شباب مصر النهاردة بيحصل على البطولة أفريقية المؤهلة لكاس العالم وكلنا فخر كمان ان قناتنا قناة النادي الاهلي هي اللي كانت بتزيع زي البطولة حصريا زي ما حضرتكم شايفين منصة التتويج أبطالنا تحت 21 سنة بعد أداء أكتر من رائع لعبه ثلاث مباريات ويمكن خسروا شوت واحد بس في خلال البطولة دي لكن المباراة الأخيرة أمام المنتخب المغربي والفوز 3-0 والتأهل إلى كاس العالم طبعا الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة طبعا بيسلم الدهب وزي ما قالت سهم منتخب مصر للشباب فيه ستة ستة من نجوم وشباب النادي الأهلي الحاصلين على الزهبية زي ما متعودين دايما في كل المنتخبات مش منتخبات القرى بس منتخبات الطائرة والسلة كل الألعاب دايما النادي الأهلي وولاد النادي الأهلي بيكون لهم دور كبير جدا جدا بنقول مبروك للعيبة اللي قدامنا أبطال بنقول مبروك للجهاز الفني طبعا كمان الاتحاد المصري للكرة الطائرة الوصول لنهايات كاس العالم للشباب اللي تقام إن شاء الله في إيطاليا الموسم الحالي بنقول ده إنجاز إنجاز كبير للكرة المصرية وزي ما بنقول دايما الولاد اللي حضراتكم شايفينهم دول سنهم لا يتعدى لعشرين سنة لما بيشرف بلده وحامل اسم بلده لما يعني بيخود تجارب على المستوى الدولي وعلى المستوى العالمي ده أكيد أكيد بينعكز على كمان ولادنا صغيرين يعكز كمان على طموحاتهم في المستقبل بنقول ألف مبروك لولدنا مبروك لمنتخب مصر مبروك لكل منظومة كرة الطائرة ودايما في نجاح لنجاح ويعني متعودين متعودين خلاص اسم إن ولادنا ولادي النادي الأهلي في كل الألعاب بنشوف ستة دلوقتي موجودين مع منتخب مصر للطائرة ولادي النادي طبعا بيشرفونا في كل مكان في منهم جلنا هنا في البيت الكبير يعني هم موجودين وإحنا دايما يعني كمان مش مركزين على الكرة بس لكن على كل على كل بطل في النادي الأهلي والأبطال النادي الأهلي دايما بيشرفونا على المستوى الدولي من خلال منتخب بلدنا العظيم إن شاء الله بإذن الله يكون عالم مصر متواجد في كاس العالم لكرة الطائرة للشباب إن شاء الله ويشرفونا كمان بمركز متقدم لأن احنا عارفين كمان تاريخ كرة الطائرة كمان على المستوى الملتخب الأول تاريخ مشرف فنتابع أخبارنا طبعا البيت الكبير عايزة حييهم بس عايزة حيي الحكام والإداريين والعمال والمديرين الفنيين الحقيقة اللي قاموا بمجهود رائع وفرحتهم دلوقتي على وشهم وهم يستهلوها زي ما قلنا اشتركوا في القناة